ما تيجي نعمل تجربة مع بعض هنحدد فيها المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار كهربي في سلك المستقيم هم ثلاث حالات احنا هناخد اول حالة السلك المستقيم يبقى انت عايز تجيب مين يا هندسة عايز اجيب المجال المغناطيسي الناشئ يبقى انا عايز اجيب كسفة الفيض المغناطيسي اللي هو البي نتيجة مرور تيار كهربي وحدة قياسه بالانبير ده هيمر في سلك المستقيم خلي بالك فحالة السلك المستقيم المعادلة بتقول ايه بي بتساوي ميو في اي على اتنين باي دي يبقى انا لو سألتك ايه هي العوامل اللي بتوقف عليها كسفة الفيض في الحتة دي لما يكون خط مستقيم هتقولي المعادلة بتقول بي اللي هي كسفة الفيض بتساوي ميو يبقى اول حاجة بيتوقف على ميو طب يعني ايه ميو معامل النفذية المغناطيسية للوسط في ناس تقولك معامل النفذية المغناطيسية للوسط تمام لازم يقولها معامل النفذية المغناطيسية للوسط وليست معامل النفذية للوسط لا معامل النفذية المغناطسية للوسط لأن الميو من الناحية المغناطسية احنا بنتكلم دلوقتي طيب ايه تاني بي بتساوي ميو في اي يبقى كسفت الفيض اصلا بترتبط بمرر التيار كل ما يزيد شدة التيار تزيد كسفت الفيض وده طبيعي ولا مش طبيعي طيب تحت في المقام اتنين بايعت بريكونستون على دي دي اللي هو بيسموه البعد العمودي للنقطة عن محور السلك فاكر الورقة اللي قولنا هاتها وحط فيها سلك كل ما تبعد النقطة يقل لي كسفت الفيض مثال بسيط على القصة دي زي البرج بتاع الاتصالات كل ما انت تكون قريب من البرج الشبكة بتبقى فل كل ما تبعد عن البرج الشبكة بتقل اربع شرط تلات شرط شرطتين شرطة لو بعدت خلص عن النطاق اللي هو برج الاتصالات هتلاقي مفيش شبكة اصلا يبقى دا معناه ان كسفت الفيض مرتبطة ببعد النقطة اللي انا بقى اختبر عنها من السلك المستقيم اللي انا بشتغل عليه شفت بقى ان البي بتساوي ميوف اي على اتنين باي دي دي مش هتتنسي بس خلي بالك دي كسفت الفيض لما يكون ايه خط مستقيم خلينا نشوف بقى الحالات في فيديوهات تانية اشتركوا في القناة